مجموعة العشرين تعيد صندوق النقد الدولي بتقديم 430 مليار دولار لاستخدامها في معالجة الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو الإسباني يشككون في قدرة الصندوق على معالجة أزمة الديون في دولتهم لدى إسبانيا موارد كثيرة فنحن لا نريد الوقوع تحت عبء المزيد من الديون فهناك تدابير أكثر فعالية يمكن اتخاذها الإجراءات غير جيدة لأنه علينا دفع فوائد الصندوق ليس بالبركة المطلقة إسبانيا كانت قد وقعت بعد اليونان في أزمة ديون حدة وحكومتها تتبنى خطة تقشف صعبة نتيجة ضغوط يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي للتخفيف من العجز في ميزانيتها